اهلا وسهلا فيكن يا اهل الخير بحلقة جديدة من غير قابل للطي رح نحكي فيها عن مادة اساسية على المائد السورية يفترض ان تتواجد وهي الحليب ومشتقاته من الملاحظ الارتفاع شبه الدائم في سعر هذه المادة مع انخفاض القدرة الشرائية للفرد وللجواب عن عدد من التساؤلات ومنها تسعير لتر الحليب الدورات العلفية للمباقر وجودة هذه المادة مديرية الزراعة في اللاذقية وتوفير مستلزمات الانتاج توجهنا لعدد من المباقر مع المعنيين في مديرية الزراعة ودار النقاش التالي يعطيك ألف عافية أخي تعرفني بحضرتك ياسر سليم حضرتك صاحب هيد المباقر صاحب المباقر أخي ياسر هلأ قبل ما احكي بالإشكاليات ربما والصعوبات اللي عم تواجهوها خليني اسألك بداية عن سعر لتر الحليب بناء على أي أساس انتو بالمباقر بتسعروا لتر الحليب بلسعر الحليب ما نحن من سعر التكاليف هي مهيمة سعر تكاليف تكاليف الأعلى بحق غالى الأعلى الأدوية البيطرية غالية كثيرة التكاليف بشكل عام غالية ما بس أنه تربية بسط مربح مربح لا أغلاء العلاف هو السبب الرئيسي خليني أحكي على الأعلاف لداية أعطيني فكرة مثلا أن الأبقار عندك شو بتحتاج أعلاف شو الأرقام اللي بتدفعها كتكاليف هلأ سعر الكيس الواحد حقه 300 ألف وصل ل300 ألف طعم؟ الكيس الواحد 50 ألف الـ 50 كيلو الـ 50 كيلو الـ 300 ألف وصل بشكل هلأ تراجع شوي صغيري بس ما أنوه الكتير يعني رقم شغلت عشر تاريخ لما كتير مارتني حكا فيها البقرة بضى 12 كيلو باليوم على مركز طيب إذا ما جابت فيه نشو بحط من جايبتي أنا بخسر يعني ما ما أقولي الحك بتخسر مرة واثنين قادر تخسر عطو باكتفشل بعدها شوال هيك بتضيغلها في الحالي هلأ هاي أخذنا فكرة أنه قد تحتاج البقرة من الأعلاف بشكل يوم 12 كيلو 12 كيلو مركز عالف مركز عالف مركز طبعا نحن هم نشوف في كاميرا زميلة بشار قذق الأبقار أنت كيف موزعها هون خليني أحكي كمان عن الأدوية ذكرت لي موضوع الأدوية أدوية البطارية غالية كتير اليوم يعني اليوم أي عمستو ألتهب ضرع عندك اليوم بكلفك 200 ألف علاج بس ويا يزبط يا ما يزبط عمستو ألتهب ضرع عدا عن خسارة البقرة حليبة لأسبوع هاي أنت طلعت بالخدمة صار عندك تكلفة علاج وخسارة حليب ما عندك إنتاج حليب أو حليبة للكب أو ما بيسوى الاستراكة البشرية أقل ما يمكن أسبوع مديرية الزراعة عم توفر لكم المستلزمات من أدوية من أعلاف خليني أخذ هاي الفكرة كأعلاف عم بيوز بشكل دورات علافية معروفة يعني وعور الراس 100 كيلو ولا نهى الجودي يعني الراس 100 كيلو كل دورة علافية يعني شو الدورة العلافية قده؟ شو؟ شو بطلع منا؟ قليل قليل كتير وما نهى الجودي ما في جودي يعني ما في جودي كيف بتميز الجودي؟ من خلال البقرة هي بتقلة يعني بس تعمل البقرة هالعلفات فرق لحالة إنه بنتاج الحليب لكن لما بتعطيها مثلا علاف جودي عالية بتعطيك حليب بني لما بتعطيها العلف شغلة الدولة السيئ الصنوع أو بفيها البضاعة المواد النظامية ما بتعطيك حليب انتو بتدفعو حق العلاف؟ ايه؟ حقاً شوال 165 ألف شوال 50 شوال 50 كيلو طيب يعني بتغزو الأبقار عندكم كمان حشاء؟ ايه هذا هلا بالفترة هاية عندك حشيش البطاطا البطاطا الحلوة ايه مفيد ليلة طبعاً مفيد ليلة طبعاً هلا هوني خليني اسألك سؤال سألتنا يا الناس انو أحيانا منشوف الحليب لونه أبيض أحيانا منشوف لونه أصفر الناس بتقول انو حسب العلف حسب العلف وإذا الأصفر بيكون عم ياكل حشيش أخضر ايه؟ تفرق في صحة جودة؟ والله لا مو بعرف والله ممكن اللون والله مو عرف إذا بيختلف الجودة بس لما بتاكل الدبي أخضر بشكل عام بيكون أفضل طبعاً طبعاً ليش ما؟ انيك عطول مدار السنة عندك فترات أيام الربيع بس إما بعدين شو؟ يعني هولا المنطقة بتشتهر بالبطاطا الحلوية نحن منطعم هنا بس غير المنطقة ما في فيه ما فينين يلجأوا لأي نوع تاني مثلاً من العشاء؟ من بدك تزرع زراعات شغلين بقر بياكل كامادي كبيرة برسيم أو واشبة بس نحن عنا ما درجة طيقاً شو إسه ممكن يكون عندك تكاليف إضافية بالنسبة للتربية الأبطاء؟ يعني غير موضوع الأدوي والأعلاق؟ من الأعلاق مازوت؟ ما بعرفها؟ مازوت فيه تشكر مدرية زراعة عم تغطينا بقدم المضغط بشكل شهري بشكل شهري قديش؟ حسب العداد اللي عندك يعني عراس قديش؟ ممكن خمسة عشر خمسة عشر لتر بالشهر خمسة عشر لتر على البقرة؟ اي خمسة عشر لتر بالشهر كافية؟ هي مانا كافية بس مقبولة مقبولة بس بشكل ما ما نقطيع بشكل عام كتر خيرين عم بيطونا يعني بس خلينا نعرج على فكرة انه انتو مو كل الاوقات بتحلبوا على الحلابات، فيه كمان جيط الكهرباء؟ لا لا كهرباء حلا بالنسبة لي انا بالمنطقة ما عندي انا فيها تقنين الكهرباء غير ما مناسب للحلابة نهائية لتوقيت الحلابة؟ لتوقيت الحلابة نهائية عندك البقرة بدي حتل أوقات معينة انا من ثلاثة يصبح بدي بمبليش حليب من ثلاثة يلستة عندي الحلاب بيكون عندي ساعة خمسة او خمسة ونص الكهرباء بتجي ستة شو بدي غميل إنا، عضي طرد أول مولدي، آخر عندي أنا مصروف هوني، مازوت، مولدي زيت، كلو مصروف آخر عندي شو بتصرف في الحلابي حدين انا؟ أنا بالنسبة، الحلابي له المولدي، عندي بالساعة بدل سعى لترين، بدل الترين، بنساعة، انت مشاكل براد، مشاكل خلابي،ريدك تشاكل غطاس تسقي بقرك كمان كلو، كلو، بدل بساعة لترين في قصة مشاكل تانية نحن ذكرناها لثلاث أمور يعني أعلاف أدوية ومضوط محروقات في مشاكل تاني ممكن تواجهكم أنه بالبقار تدخل بسعب تسعيرة اللتر وعن نحن اليوم أدي السعر خليني يعرف الحليب هلأ أغلب عالم تبيعه خمسة من أرضه ايه من المبقرة بخمسة يوصل عند المواطن هاي انتي ما بتعرفه يمكنهم بين الستة ونصف والسبعة ما بعرف هلأ فيتك عليش نقل الحليب فيه تعرف انتي ما زوت وكلا ما بعرف شو دي قل لك هلأ تبقى أمور تعالى مثل هلأ بشكل عام هلأ إذا لا سمح الله مثلا أنا كمربي البقرة اليوم حق 25 مليون ماشي أو أكتر وقت عندي بقرة أنا اخسارة كبيرة لأيلة ما في تعويه لأيلة مظبوط من في تعويه هلأ موقعت بقرة عندك مرضت أو كذا صار للشي ماتت البقرة ما في تعويه هاي اخسارة طيب 25 مليون هاي كيبك تعوض أنت مرة من رأس مالك كمان كمان الحالة أنه فيه تكاليف فوقت حمل هي هي روح ومبدأ طبعا طبعا فيه 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 امراض فيه امراض فيه امراض بشكل عام الجو ممكن يأثر كمان طبعا فيه تبدل الطقس بين الشيتي وصيف والليوم السيني بالخص السيني كان درجة حرارة عليك تلك أنا من المواليد رح لتلاث مواليد سيني من درجة واتباع درجة حرارة تلاث مواليد جهات حرارة وملكا فيه أبقار كتير تعبت السيني يصير يا سيدي شكرا جزيلا لأيلة الله يعطيك ألف عافية يعني أنتو بالعكس يعني هي دي المنشآت هي مشاريع صغيرة خليني يقول أو هي متوسطة هي داعمة للإنتاج يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا جديد من رحب فيكم مشاهدينا مرحبا يعطيك العافية عارفيني بحضرتك ريماس جوني رئيس لوحدي الإرشادي بمشقيتة أهلا وسهلا فيكي سيد ريماس كنا عم نحكي مع صاحب أحد المباقر أنا بدي عارف من حضرتك أنه انتو شو الخدمات اللي بتقدموها لأصحاب المباقر هناك كوحدي إرشادي نحنا بالدرجة الأولى الاستشارة بيجي مثلا ممكن صاحب المبقرة أو البقرة أو أي شيء ممكن مساعدي المبقرة بحاجة كذا وضع البقرة كذا بنبعث معهم إحنا الفني البيطري أو الطبيب البيطري لإجراء كشف على الحالي في استدعاء مثلا لمعالجي ممكن هو يقوم به العملية هايدي عن طريق يعني حدا تاني أو أنه استشارة فقط لغير هاي أولا تانيا في حملات اللقاح هايدي من من مديرية الزراعة الفنيين البيطارين عندنا بيقوموا بهالجولة هايدي شيء تاني نحنا بنعمل جولة في عنا شيء اسمه جولة السروي الحيواني منزل اسم كل شخص مع عدد رؤوس القطيع اللي عنده من شان يحصل على الأعلاف عن طريق الجمعية الفلاحية يعني هوني صاحب المبقرة لازم يبقى على تواصل مباشر معكم طيب كونوا هناك تواصل مباشر مع حضرتكم ممكن يجيكم ربما شكاوي أو إن كان من الناس أو إن كان من أصحاب المباقر لحضرتكم ممكن توجهوا لجهة معينة يوجه الشكولة إلى محب أعرف هايدي التفاصيل لو سمح ممكن لربما مثلا أنا لا خطأ ما أو أنه مثلا هو زاد القطيع عنده بعد موضوع السروي الحيوان بعد موضوع التعداد هذا أنه أنا كان بدي أكتر مثلا أنه أعلاف زادت عندي المبقرة هاي أكتر شي مثلا ممكن شكوى أو ممكن هيك يعني مو أكتر من هيك أحياء أو أكتر شي إنه مثلا أنا وضع المبقرة عندي كذا أو وضع القطيع عندي كذا أكتر شي هاي الشكاوي طبعا هو سؤال يمكن يسأل بآخر حرائق سمحرة الحمد لله ما في هوني أضرار بالسروي الحيواني لا أضرار سروي الحيواني ما في أبدا الحمد لله كشفنا على الكل شكرا جزيلا لك لو سهلا الجديد من حييكم مشاهدينا طبعا نحن انتقلنا إلى مبقرة أخرى في ريف اللاذقية الشمالي تحديدا عين علوان وهي تابعة لناحية عين البيضة مرحبا يعطيك العافية أخي عرفني بحضرتك السيد جميل جوني جميل سهلا الله يخلي إياك جميل جوني جميل جوني أهلا وسهلا فيك أنت يعني صاحب مبقرة صاحب مبقرة أيوة الله يعطيك ألف عافية أول شي دوما يعني نحن دوما هذا السؤال اللي منسأله سألنا مبقرة يعني في وقت سابق اليوم عن كيف تسعرون لتر الحليب بناءا شو هي يعني الإجراءات اللي بتأخدوها أو التكاليف يلي بناءا علي نحن من سعر لتر الحليب تكاليف استاذي الكريم على سعر العلف سعر العلف شوي سعر العلف غالي يعني ما عم تناسب مع سعر الحليب لذلك عم يرفع سعر الحليب سعر الحليب متدني عن سعر العلف والمادي العلافي أغلب عم نجيبها يعني من القطاع الخاص والقطاع الخاص بالإضافة إلى الوجب طبعا والأعلاف مؤسس الأعلاف يعني مع الأسف سيئة كتير عم يعطونا أعلاف سيئة جدا جدا خليني أحكي معك بهالنفطة أول شي شو معنات يعني سيئة؟ سيئة من ناحية الجودي ما في ماد دخامي يعني ما في صوية ما في شيء أساسي على الأخير ما فيه وعلى نسبي قليل نسبي قليلي جدا والبقر يعني ما عم يعطي حليب مردود وضيف يعني شهرين أربع خمس شهور البقرة بعد العشهر بتوقف على الحليب خالص الأول شي كان في دورة علافية بالسنة؟ ست دورات كل شهرين دورة واللي أخدتوهن بهاي الدورات اللي ماضي كلاتها كانت سيئة؟ لا مقبولي إلى حد ما بس من دورتين وللحال سيئة جدا من دورتين؟ وللحال سيئة جدا سيئة كتير يعني شفت لاحظت شفت كنا عم نشوفهم إنه كنت عم تخبرني الشعير؟ وهذا حب الشعير أكبر دليل على ذلك لك تطلع إنه كله حب الشعير يفترض يكون مطحوم؟ مجروش هذا طبعا البقر هذا يعني أبقار حلوب ما بيسوا بدي يكون لأغنام لماعز لخيل هذا ما بيسوا لبقر الحليب ما بيستفاد منه شيء أبدا مثل ما بتاكله الدبي بتروحه تماما سيئ جدا سيئ كتير سيئ يفرق معك بإنتاج الحليب؟ طبعا سيئ ما بيعطي إنتاج هذا ما في إنتاج خالص بتندنى الحليب يعني كتير بتدنى الحليب يعني البقرة اللي عم تحلب 20-25 كيلو بيصل على 10-15 كيلو يعني بينزل النص تماما ما في شيء بيسوا أبدا أدى سعر الحليب من عندك للمبقرة؟ خمس تالاف خمس تالاف؟ ايه والله كده عم تخبرني إنه السعر متدني بالنسبة لسعر الأعلاف؟ طبعا متدني أدى يفترض ليكون؟ لا يجب أن يكون أقل شي ست تالاف أقل شي ست تالاف يعني خمس تالاف ما بتوفي معنا بين مازوت وعلف وتبن مازوت عم تاخدوا مازوت ما؟ مشكورين كتير مديرية الزراعة اللي يطيل عم في معم يقصروا معنا أبدا يعني عكامل استحقاقنا كمية عم تاخدوها بشكل مازوت؟ مشكور الدكتور عمار يعني الموضوع كتير عم يساعدنا ومش هالأمور تماما وأدوية؟ أدوية والله بالنسبة للأدوية شوي في غلب الأدوية يعني مبارح زيارة الدكتور 500 ألف حالتين قسم بالله 500 ألف ليره حطي أسعار الأدوية زيارة ولا كان في علاج؟ زيارة طبعا زيارة خمسمائة ألف حالتين ثلاثة 500 ألف قولا نوعا والدكتور أحمد ليلة أدوية من عنده؟ طبعا الأدوية من عنده بس غلال الأدوية كمان ما يأثر علينا كتير يعني ما بعرف ما عم يتناسب مع يعني إذا التهاب ضرع بيكلفشي 200-300 ألف إيه والله إيه والله إذا حالي مستعصي 200-300 ألف قولاً معهد لا صمح الله الله لا يضرك ولا يضر حداً على الأكيد مثلاً مثل المشاكل الصحية ناخد فكرة عنها يعني إلا علاقة الطقس فيها لا صمح الله هي متكررة لا الطقس أحياناً بيلعب دور يعني مثلاً فترة الصيف بيكون حر زيادة البقر بيتأثر كتير على الشوب يعني بيعطي حرارة ما عد تتحمل البقرة بتأخذ وبتعطي أحياناً توقع بتطب الأرض بتوقع يعني كذا حالي عندي الحمد لله مصارد بس الشباب يعني حكوا إنه طب البقر ووقعوا في منه نجلات وأدى للوفاة كنت لي كيف هيك في أي ربما إشكالات أخرى ممكن تواجهوها بتربية الأبقار ما في مشاكل بس إذا في مثلاً دراسة حول موضوع الحليب يعني إذا بيشوفوا لنا حل موضوع الحليب بالنسبة للسعر السعر متدني ما بتوفي ما بيتناسب معنا يعني ما بيتناسب مع المادي العلفية كمان لحتى الناقش أنا وياك شغلي يعني هو الحليب عم يطلع من عندك خمسة عم يوصل للمواطن لبن سبعة يمكن سبعة سبعة وثماني حتى وثماني يعني إذا في دراسة أكتر رسلنا نحن نحكي بالعشرة والله يعني ندفي أنيم هلا ما تأخذني من بالكمية عم نتعذب ومن السنة للسنة من جمع لنا بدون زيت من هون شغلي أحيانا عم نحطه على البقرة ما نشتري له علف للبقرة حتى يمشي بعضه يعني كتير العلف سيء والحليب بس مثل ما أقول لك بس طوال يعني المادة العلفية سيئة بس أربع خمسة شهر أشهر البقرة عم توقف ما عم تعطينا المفروض للشهر السابع تعطي حليب ضل تعطي إنتاج للسابع بعد السابع بتوقع هلا بالخامس بالخامس عم يوقف الحليب البقرة ما عم بادي حليب سببه العلف العلف سيء ايه والله سيء قولا واحدا في أي شيء تاني حاب تضيف والله يبارك فيكم مشكورين وشكرا كتير لكي شرفتوا أهلا وسهلا شكرا جزيلا لكي سهلا مجديد بالرحب فيكم مشاهدينا الأكارم طبعا بعد زيارة هذين الموقعين مجموعة من التساؤلات سوف ننقلها لمديرية الزراعة وتحديدا لشخص الدكتور عمار ناصر وهو رئيس دائرة زراعة منطقة اللاذقية أول شيء دكتور أهلا وسهلا فيك ببرنامج غير قابل أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا أعطيك ألف عافية دكتور طبعا نحن شفنا تساؤلات الناس عفوا المربين الأبقار وتحديدا تساؤلات الناس عن غلاء سأر الحليب ربما أسبوعيا عم يصير فيه أو كل 15 يوم عم يصير فيه زيادة خبرونا أنه فيه تكاليف الأعلاف تكاليف بالأدوية أنتم كمديرية زراعة ما هي الخدمات التي تقدموها لمربين الأبقار أولا وزارة الزراعة ومدريد الزراعة باللازقي تحديدا تولي أهمية كبيرة للأبقار السروي الحيواني وخصوصا للأبقار الحلوب جانب الأبقار الحلوب هام بمجال الأبقار السروي الحيواني كونه مصدر للحوم عبر الأبقار ومصدر لمادة الحليب من الأبقار فلذلك هذا الطاع مهم هام جدا لمدريد الزراعة مدريد الزراعة تبدأ من جانب الإشراف على المربين من خلال أطباء البيطريين والمرائبين البيطريين الموجودين بالوحدات الأرشغادية ثانيا موضوع حملات التحصين كل عام هناك عدد من حملات التحصين للأبقار مثلا لأمراض معينة مثل الحمى القلاعي والتهاب الجلد الكتير المرضين في جانب وعائي أو جانب تحصين لإلون دائما بشكل سنوي يتم هذا الموضوع كمان موضوع تأمين مسلزمات الإنتاج نحن كمدريد زراعة دورنا بما يخص الأعلاف هو إجراء الجولي الأحصائي لتعديمها لمؤسسة الأعلاف للحصول على الأعلاف فوحداتنا الإرشادية بيتم من خلال أحصاء المربين الموجودين في القرى وأعطاء الجولي لمؤسسة الأعلاف حتى تعطي مخصصات كل مربي من الأعلاف الثاني شيء موضوع المازوت الزراعي عندنا كمان هذا العام تم تعديم المازوت الزراعي لكافة المربين وفق الكميات المخصصة وبالموعد المناسب بشكل شهري لكافة المربين هلأ خليني أدخل معك ببعض التفاصيل دكتور عمار يعني خبرونا أن المازوت وضعه تمام عم يأخده والكميه كافية بسار المدعوم دائما بسار الفين الإراء الفين الإراء تمام بما يتعلق بموضوع الأدوية يعني أنتو مشكلة الأدوية تقدم لأصحاب المباقر صح؟ موضوع الجانب نحنا قلنا نشارك بحملات التحصين حملات؟ حملات التحصين بهذا المجال حملة سنوية؟ هلأ موضوع في حملة للحمى القلاعية مرض الحمى القلاعية وحملة لالتهاب الجلد الكثير مرة بالسنة يعني؟ مرة تمام وهي كافية؟ هلأ هي تحصين ورقائي فهو كافي بالنسبة لباقي أمراض ممكن تدعموا المربي؟ دائما وحداتنا الإرشادية جاهزة وأي مساعدة ما لا بالنسبة لأننا نحنا جاهزين للتعاون بأي شيء كافة يعني عنا مرائبين بيطارين ودكاترا بيطارين وأطباء بيطارين هم يشرفوا على الموضوع هذا وأي مساعدة نحنا جاهزين بهذا الموضوع بما يتعلق بالتسعير وجودة الأعلاف كمديرية زراعة أنتم ما لكم دخل؟ موضوع الأعلاف يقتصر على جانب فقط الجولة الإحصائية لإحصاء المربين الموجودين بكافة القرى وزملائنا بالأعلاف هم يقضي موضوع الأعلاف عن طريق شكل فردي أو شكل تعاوني عبر الجنة فقط إحصاء بيانات صحيح؟ بيانات شكرا جزيلا لك دكتور يعطيكم عافية ويعطيك ألف عافية شكرا جزيلا بعد الشكوى عن جودة المادة العلافية وتحديدا في آخر دورة منها أجرينا اتصالا مع مدير فرع أعلاف اللاذقية وكان جوابه كالتالي معي على الهاتف المهندس ثائر حبيب وهو مدير مؤسسة الأعلاف أول شيء أستاذ سائر أهلا وسهلا فيك تحياتي لحضرتك ولكل الأخوة المتابعة أستاذ سائر يعني رح خبرك مثل ما خبرونا الأخوة المربين هنا جودة الأعلاف هي منخفضة تحديدا الشعير غير مطحون جيدا وانخفاض بنسبة الخالي الموجودة في العلاف يا ريت تخبرنا عن تفاصيل هذا الموضوع بالأول نحن دائما ومديرا بالمؤسسة العامة للأعلاف كإدارة وكفروع 13 موجود بكده المحافظات همنا الأساسي هو الوقوف على مطالب وشكاوي وأي شيء بخص الأخوة المربين نحن لو لا أخوتنا المربين يعني نحن شغلنا ما كانت يعني أي شيء فنحن مصلحتهم وصحة الحيوانات وحتى الزيادة بالمنتج من أول اهتماماتنا ومتابعتنا للمنتج الموجود عننا ولكل المواد العلافية سواء كانت مصنعة أو بشكل الخام اللي نحن منوزع بشكل مقننات ومخصصات عبر الدورات العلافية الآن فيما يخص جودة المنتج هو حقيقة بالفترة ناضية نتيجة يعني هذا التقني بسيط معين بمعمل طلق لط بالنسبة لجاهز الحلوب ونتيجة نحن خفضنا لحتى انطابق المواصفات القياسي السوري والمنتج من كل النواحي اللي يكون بأعلى يعني بأعلى درجات الجودة نحن خفضنا نسبة النخالي ومقابله تم رفع قيمة المواد أو يعني نسبة المواد العلافية الخام الأخرى مثل كسبة الصوية والدرى والشعير للحفاظ على صحة الحيوان ولزيادة الانتاجية لأعلى مستوى ولمطابقة المواصفات القياسي السوري على نتيجة رفع مثلا نسبة الشعير لوحظ انه في بعض حفات الشعير غير موجود هذا الموضوع متابع مباشرة نتيجة أول ما أجانا أول اتصالات هاتفين نحن ضغري خاطبنا الإدارة والإدارة يعني بشكل سريع تجاوزنا الموضوع وتم تشكيل فريق لجنيه للكشف على المعمل وتم معلش الموضوع يعني نحن منوعد أخوتنا المربين اعتباره من خمسة أيام الماضين وجاي إلى بعدين يعني أي كمية رح تجي على فرح على فلاتصية رح تكون الأمور وعلى كل الفرح طبعا المنتجي بمعمل طفلط رح تكون الأمور بأحسن حال والشعير رح تكون مجروش بس احنا منأكد أنه ذكرت حضرتك أنه ما يشكوا بموضوع الجنودي بالنخفاض نسبة المنخالي هذا الموضوع نحن بالعكس هذا يعزز رأينا وفكرتنا أنه نحن عم نشتغل لرفع جودة المنتج اليوم معلوم لكل الناس والعملين بالقطاع اليوم لما نحن منخفض نسبة المنخالي فبالتالي نحن رح نزيد بالحالي هاي رح تزداد نسبة المواد العرفية الأخرى اللي هي بتحمل الكروتين والطاقة لفحة بحيوان اللي هي كسبة الصوية والدرى والشعير فنحن لما بيقول الأخ المربي إنه والله انخفض نسبة المنخالي هذا بالعكس هذا بيعزز إنه نحن شغلنا بالاتجاه نحن دائما وابدا في تحاليل دورية مستحيل تطلع المادة من المعمل إذا ما كان خاضع لتحاليل دورية ومفاجئة وإذا ما كاننا حصلنا على نتاج تحليل اللي هي بقاطة أحسن القيام لا يمكن يتم توزيع هذا المنتاج بس سؤال أخير لو سماحت أستاذ سائر بما يتعلق بالكميات الدورة العلافية هي 100 كيلو كل شهرين ربما في مطلب أنه بيرفع هذه الكمية عظيم حتى المطلب بيرفع الكمية كمان هات بدلل أنه منتج المؤسسة عمينا الفقى كبيرة من دخول مربين هذا نحن طبعا ويسام نحطه على صدرنا طبعا أنا بس خليني عرج على نقطة يعني أشارنا إلى أحد المربعين أستاذ سائر أنه من شهرين فقط أنه بدأوا يشتكوا يعني الدورات العلافية اللي ما قبل كانت جيدة لكن فقط من شهرين نحن ملاحظات لكم المربعين على عين نوراتنا ومطالبهم دائما محقوا وملاحظاتهم وأي شكوى هي محط اهتمام ومتابعة من قبلنا بكل المستويات سواء كفرع ولا كإدارة ونحن منسعى بشكل داهم يعني ومستمر لا الوصول لأعلى مراحل الجودي بالمنتج زائد لرفع المقنن العلافي لأسوالك اللي تفضلت في حضرتك اليوم نحن بهمنا أنه بعد ما نثبت النوعية والجودي بأعلى المستويات نحن نشتغل على زيادة المقننات العلافية حقا هذه الدورة العلافية يعني اليوم على صدفة أنه اليوم مع اتصال حضرتك اليوم نهاية الدورة العلافي الحالية اللي بلشت بسبعة بدأت بسبعة اثماني يعني على مدر شهرين هي بدأت بمئة كيلوغرام جاهز حلوب للرأس حسب جداول التحسين ضد الحمى القلاعي لها عام ٢٠٢٢٢ زائد عدلات بعدين أضيف له للرأس عشرة كيلوغرام شعير إضافة للجاهز الحلوب الآن من عشرة أيام وتقريباً كمان تعدل المقنن صار بيحق له كمان يأخذ على الرأس ٥٠ كيلوغرام جاهز حلوب زائد ٢٠ كيلوغرام شواندر سكري مجفف بس هؤلاء بيتأخذوا كتلي واحدة يعني الآن نحن بإلحسابات هذه البسيطة يعني نحن عم نحكي عن ١٥٠ كيلوغرام جاهز حلوب زائد ١٠ كيلوغرام شعير زائد ١٠ كيلوغرام شواندر سكري على مدار شعرين هي أكيد ما بتغطي كامل احتياج السروي الحيواني على مدار الشعرين إنما اليوم نحن عم نحكي يعني دور المؤسسة العاملة على دور داعم ووازن للحفاظ على قطاع تربية السروي الحيواني بكل أصنافها من الأفقار، الأغنام والماعز، الخيول، السروي السماكية، الدواجن، ويضاف إلى سباق المحافظات الضر التي عندنا جمال وجوامس، يعني سبع قطاعات لتربية السروي الحيواني المؤسسة العاملة التي تقوم بدعمها بشكل دائم لحفاظ على القطاعات والحفاظ على مصلحة الوصول المربطين تمام، استاذ سائر أنا بيتشكرك جزيل الشكر لإجابتك على التساؤلات طبعاً وهي تساؤلات مباشرة نقلناها لحضرتك من موقع التصوير في مشكيطة وحفظة نحن دائماً نقول للمربي والأخ مواطن، دائماً مطالبه محقة وهي نوضع متابعة واهتمام منهم بفرع على اللازبية وعلى مستوى الإدارة بشكل دائم ومستمر شكراً جزيلاً لإلك تحياتي لإلك كل الجميع شكراً هيك منكون وصلنا معكن لنهاية حلقتنا لليوم شكراً لطيب وكرم المتابعة منشوفكن بحلقة جديدة